السلام عليكم اليوم احبابي بدنا نعمل وجبة عشا سريعة وغير شكل وطعمتها ولا اروع من غير ولا اضافات لا رح نحط بهارات ولا اي شي فقط رح نضيف الحار ونستمتع بالنكهة اللذيذة يلي رح تنزل من البندورة الطازة المقطوفة طازة اذا اول مرة بتدخلوا على القناة ما تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك بالقناة لا يصلكم مني كل شي جديد انا هون بلشت بتقلية اللحمة طبعا انا خرطت الخضرة وجهستها وطبعا خرطت اللحمة وشقفتها شوي صغيرة متل ما شايفين رح نقليها كتير منيح ما رح نحط الملح حلا بس نضيف البندورة منحط الملح هنحرقوا متل ما شفتوا كتير منيح واجبة كتير طيبة وسريعة ومليانة بالبروتينات هون هلأ انا رح ضيف البندورة متل ما شايفين البندورة بهمني انها تكون طازة ما تكون مستوية لانو انا بدي اخذ المرأة الحامد من البندورة البندورة الطازة المقطوف جديد هيدا الموضوع كتير مهم لستحصل على النكهة نكهة الحمودة اللي بتكون بعدها بالبندورة الطازة فلو استحصلنا على بندورة مستوية يعني بندورة قديمة شوي رح يفرق الطعم كتير فهيدا موضوع لازم تنتبهوله هلأ حطينا الملح رح نحرقوا كتير منيح طبعا الملح رح يساعد النكهة انها تصير غير شكل واكيد حيساعد البندورة انها تدوب بسرعة هلأ انا ضفت الحر طبعا فيكن تحطوا الحر الفلايف للخضر العادي المنى حر اذا ما بتحبوا الحر وانا هون حطيت الحر اللازع جدا اللي كتير قوي طبعا هيدا الموضوع اختياري الله عن ريحة غير شكل بتعقد ريحته انا بدي انتظر هلأ لحتى تنشف ميت البندورة ورح اقدمون بالصحة ما تنسوا لايك للفيديو انا بدي ودعكم الى اللقاء باي باي